أربع مدارس في العاصمة البريطانية لندن تغلق لمدة شهر كامل بسبب غزو العناكب ليس أي عناكب طبعاً وإنما هي الأرمل الكاذبة التي تسبب عضاتها تورماً وألماً شديداً المدارس الأربعة تقع في شرق لندن في دائرة قطرها نحو 15 كيلومتر وهذه العنكبوت التي تعادل في حجمها قطعة نقدية تعتبر أخطر العناكب في المملكة المتحدة ووفقاً لمختصين فأن هذه العناكب تهاجم فقط دفاعاً عن نفسها ولكن بالنسبة للأطفال لن يكون من السهل تمييز خطورة هذه العناكب وتجنب استفزازها عن قصد أو عن غير قصد إنجاز التعبير وتسبب لسعة الأرمل الكاذبة تورماً وحساسية تنتشر في مناطق مختلفة من الجسم وهي لا تكون قاتلة عادةً إلا أن الألم الذي تسببه شديداً جداً بالنسبة لطفل قد يخلق مضاعفات عديدة عدت عن كبوت الأرمل الكاذبة عادةً خفيفة وهي منتشرة في جنوب بريطانيا وهذا الانتشر بدأ يزيد في الصيف في الشمال كذلك وهي تسبب حساسية خفيفة ولكن في بعض الأحيان العضة نفسها تسبب التهاب وهذا تحتاج رعاية طبية رعاية الطبيب ومضاد حاوي وكذلك مضاده استميني للحساسية نفسها طلاب المدارس الأربعة سينقلون مؤقتاً إلى مدارس أخرى ليبقوا على اتصال مع التعليم ومناهجه وهناك بعض الصفوف ستكون في قاعات داخل أبنية تابعة لمراكز المدينة أو المجلس المحلي هذه ليست الحادثة الأولى التي تعرفها بريطانيا بسبب الأرمل الكاذبة فقد أغلقت مدرستان بمنطقة قريبة من المدارس المصابة اليوم في 2015 واستمر الإغلاق لمدة شهر تقريباً وقد اكتشفت الأرمل الكاذبة في المملكة المتحدة عام 1879 لا تستطيع ذكور هذا النوع من العناكب البقاء لأن الأنثى تقوم بقتلهم فوراً بعد الزواج مما أدى إلى تسميتها بهذا الاسم